ينتظر الجميع معرفة العلامات التي تحصرت على الرخصة المسبقة لممارسة نشاط وقلاء استراض المركبات الجديدة وفي هذا الفيديو سنتطرق إلى ذكر أبرز العلامات التي تحصرت على هذه الرخصة وهي تعمل الآن على تحضير لإيداع ملفاتها النهائية للحصول على الاعتماد وأهم العلامات التي تحصرت بالفعل على الرخصة المسبقة بمختلف أنواع المركبات وهي كالتالي فيات وستروان وبيجو أوبل ورونو وشيري وجيلي وفي المركبات النفعية عندنا دي اف اس كا وجاك ومان وسوكون ورونو للشاحنات كما أن هناك علامات أخرى حازت على الرخص المسبقة تختص بنشاط استراض الضراجات النارية والآليات المتحركة ونشير إلى أن هناك عدة ملفات أخرى مودعة ما زالت تنتدر رأي اللجنة المختصة قبل حصولها على الرخصة المسبقة وعموما من يستوفي الشروط سيحصل على الرخصة المسبقة ومن سيلتزم بدفتر الشروط كاملا بما جاء فيه فسيحصل فيه الأخير على الاعتماد النهائي بالإضافة إلى عدة ملفات مودعة خاصة بالتصنيع المركبات السيارات والدراجات والجرارات وهذا مما يجعل السوق الجزائرية أكثر انفتاحاً مع وجود صناعة محلية ترافق عمليات الاستراض حيث تعتبر صناعة السيارات مستقبلاً من الصناعات الحيوية في الجزائر وتعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد أما بخصوص الرخصة المسبقة المسلمة للوكلاء طالبي الاعتماد فهي صالحة لمدة 12 شهر ويمكن تمديدها إلى 6 أشهر أخرى مما سيمكن أصحابها من تحضير ملفاتهم لطالب الاعتماد النهائي بأرياحية في مدة زمنية كافية وذلك ليكونوا متطابقين مع متطلبات دفتر الشروط ترجمة نانسي قنقر